موسيقى وخاصة الشباب والنهاردة حابين نبتدي بالجامعة في زمن الكورونا ولا ايه رأيك هاجر؟ والله انا متحمسة جدا لحلقة النهاردة كوني نفتكر اول سنين الجامعة رجعيك يذكريك كتير جدا واول حاجة حطيتها قدامي وقتها والحاجة دي كلنا المفروض نحطها قدامنا ونبني حياتنا على اساسها وهو انك بقيت حر قرارك يعني ايه حر قرارك؟ قبل الجامعة يعني فترة الدراسة القبل الجامعة اغلبية قرارتنا يا تابعة يا نابعة يا من الاهل يا من الاسادزة بعد ما كانت الخريطة بتترسم لك عشان توصل لحاجة معينة انت دلوقتي اللي هتمسك القلم والورقة وترسم حياتك عايزها ازاي؟ هتعمل ايه؟ هتتحمل المسئولية ازاي؟ هتذاكر ولا مش هتذاكر؟ محدش بعد كده هيقولك مش شايفينك ماسك وراء وقلم ليه؟ صح ودلوقتي احنا حابين نتكلم عن الفرق بين الصخص قبل دخوله للجامعة وبعد دخوله للجامعة يعني اي شخص فينا دلوقتي قبل ما يدخل الجامعة بيبقى شايفين لنا سنوية عامة دي لا 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 دي اخر مطاف دي اخر حاجة انا حاول اوصل لها اللي هو انا لازم اذاكر وانجح واجيب مجموع كبير جدا جدا علشان زي ما ماما عايزاني يبقى زي ابن خالتي وبابايا زي ما يبقى عايزين انا بقى زي ابن عمتي وكل الكلام ده بس اول ما يدخل الجامعة بيلاقي اللي كل حاجة اختلفت بيلاقي هجر انه خلاص انا دلوقتي جي الوقت علي اللي انا لازم اعتمد فيه على نفسي ولا ايه رأيك والله يا نهلة عندك حق وكمان الفترة العمرية اللي قبل الجامعة يمكن مش فترة ازدهار وتطوير من النفس لكن من سن 18 سنة اليه ما تنتهي من الكلية الفترة دي مهمة جدا يا نهلة طبعا اي حد فينا بيتمنى ان هو يتخصص في حاجة يخرج يتوظف في مجالها ولو اترقنا لزاوية الشغل فاول حاجة لازم نكون مجهزين ليها هو الانترفيو اول حاجة كده من اللي قدامنا اول ما نقول كلمة شغل اي مهنة دلوقتي بتبقى محتاجة مهارة واحترافية عالية جدا مكتسبة بجانب الشهادة الاكاديمية وطبعا الشغل مهم جدا جدا في فترة الكلية يمكن مص مش مهمة للبنت او للشاب لا للشاب كسر ليه لان الشاب ممكن وقتها بيحط مكانه مكان رب الاسرة اللي مش بس بيتحمل مسئولية نفسه لا ده بيتحمل مسئولية عائلة كاملة وطبعا لازم في الشغل اللي انت تدور عليه مش بس اي شغل وخلاص او بقبض مرتب مريح وخلاص لا لازم تلاقي نفسك فيه تكون متميز فيه فاهماني يعني ترتاح فيه وطبعا ده مش هتعرفه غير بالمحاولة والتجربة كذا مرة صح انتي برضو خليتينا نقول لنقطة مهمة جدا ان الشغل والاعتماد على النفس لازم يكون في الفترة بتاعت الجامعة مش استنى اللي انا اتخرج او اشوف اللي انا دنيتي بعد الجامعة هتمشي ازاي لا طبعا لازم تاخد كورسز لازم تدخل وولكشاب كتير جدا لازم تعتمد على نفسك لازم اللي انت هتشوف كل حاجة تخص المجال اللي انت بتحبه ليه؟ علشان الوقت بتاع الجامعة هيديرك او خبرات كتير جدا لبعد كده لحياتك بعد كده هتفيدك في كل حاجة في حياتك انت مش شرط اللي انت وقت الجامعة تخليه بس اللي هو مذاكرة وبس او طبعا تخلي بالك من الجامعة وتذاكر وتهتم جدا بكل حاجة تخص دراستك بس نعمل بالانس بين الاثنين اللي انت تحاول تكون متميز في جامعتك او كليتك والانت بعدها تحاول اللي انت تاخد اكسبيرينس وخبرات من كل حاجة في فترة الجامعة عندك حق يا نهلا طب في بداية الجامعة كده هل كلنا بنكون داخلين الجامعة عشان نركز على الدراسة بس لا طبعا وزي ما احنا عارفين اللي مش كلنا بنكون بقى مهمة بالنسبة لنا اللي احنا ندخل ونذاكر زي ايه فيلم البشا تلميز انت مش متصورة قد ايه يا نهلا الفيلم ده بحبه جدا ويمكن اثر علي وقت ما تعرض هو وفيلم الثافة اشتغلناه وفيلم الاكاديمية العريسة نجيبة وشلة كبه مين فينا ما تفرجش على الافلام دي وتخيل ان هيخش الجامعة او لما جسدت الحوار الجامعة والنظام والرحلات هتكون عاملة ازاي هنخش ونلاقي الموضوع كده وبشكل كومي دي حبيبك في اجواء الشلة صح في بقى مقولة مهمة جدا عايزين نعرفها مع بعض ان الجد والاجتهاد عملهم صعب ولكن عندما تعتاد علي تبتدي في حب ما تقوم به ليه بقى يعني قلبناها جد شوية بس حابين نقول يا جماعة اللي بعيدا طبعا عن كل الناس اللي بتهتم بالدراسة بتاعتها وعن كل الناس اللي مش شايفة اللي هي الجامعة او الكلية بقى مذاكرة بس الجملة دي بتوصلنا معاني كتير جدا اللي انت كل ما بتشتغل على نفسك وكل ما بتحاول تكون احسن وكل ما بتحاول تحب العمل اللي انت بتحبه بتوصل للحاجة اللي انت عايزها مش شرط خالص بقى اللي انت لازم من البداية تقولي لأ الشغل ده مش عاجبني خاصة انا هسيبه لأ انا دلوقتي في الكلية بتاعتي لأ انت لازم اي حد بيستمعنا وبيشوفنا دلوقتي لازم يعرف كويس قوي اللي انت بتحب الحاجة اللي بتشتغلها لحد ما الحاجة دي هتكون كويسة بالنسبة لك حتى لو هي صعبة طب خلينا نترك شوية لزاوية الصداقة او الصحاف الجامعة حاجة مهمة جدا وحكينا كده المفروض الواحد يعمل ايه اول ما يخش الجامعة يختارهم بناءا على ايه اول ما كلنا هجر بندخل الجامعة بيبقى بالنسبة لنا بقى كوميونت جديدة او دنيا جديدة بتتفتح لنا انت مش عارف بقى يعني صحابك بتوع المدرسة او بتوع البيت او 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 بتبقى عارف اللي هم تربيتهم ايه اسلبهم ايه حياتهم ايه بتبقى عارف كل حاجة تخصهم او لما بتوصل الجامعة بتتصدم بتلاقي انه فيه ناس كتير جدا ممكن زي ما بيقولوا صحاب اللي هم صحاب قعدة او حد بيصاحبك بس عشان مصلحه عشان بقى لو عايز ياخد منك المحضرات واغلبية اصلا الطلاب او مش هنقول اغلبيتهم اوي يعني بيبقى نيتهم شوية مش صافية للي قدامك يعني مش لازم تقولي لكل حواليك عن طموحاتك عن اسرار بيتك يعني شوية احنا بنتطم لصداقة الجامعة وبنعتبرهم حد كده من اهلنا بس مش كل الناس كده مش كل الناس هتفسر كلامك بنية صافية او هتعتبر زي كده سبير اسرار ليك صح يبقى ليه بقى نعمل كده اللي احنا نخلي بالنا كويس قوي من اي حد بيقارب مننا زي ما احنا كلنا عارفين ان المرأة على دين خليله فدلوقتي منظر اللي حواليك برضو من منظرك يعني انت تحاول اللي انت تختار صح تحاول اللي انت تبعد عن اي اشخاص سلبية او اي اشخاص بترجعك لورا حاول تصاحب اللي شبهك حاول تصاحب وتختار الناس اللي شبهك وشبه تربيتك وخصوصا اول يوم جامعة بمناسبة اول يوم جامعة يعني ليه كلنا مرغم ان احنا مرينا كلنا بنفس المرحلة ليه بيكون فيه تحفيل على سنة اولى هاجر عايز اقولك اللي انا اول سنة كنت بقول للدكتور يا مستر يعني في البداية انا كنت الهو مش مركزة خالص بقى الهو لسه خارجين من المدرسة ومرحلة عمرية طبعا مختلفة فبيبقى تحفيل كبير جدا حتى احنا من نفسنا لما بنفتكر الذكريات دي بنستغرب نفسنا انا زي كنت بعمل كده هو كلنا اصلا كل ما تيجي سيرت الجامعة دلوقتي سواء انا عندك اخ صغير ولا اخ كبير بنفتكر اي الايام اللي حصلت زمان كلها طب نيجي يا نهلة لزاوية انا الصراحة بحبها جدا كنت ان احنا بنات اصلا يعني بتفاجئ يا نهلة الاول ما بخش الجامعة كياسي تقول في اول سنة ولا افتالي سنة بلاي كده بنات بيجوا الجامعة بستايل ابعد ما يكون عن الهادي او المريح او المناسب لان هو ينفع يتلبس الصبح او لنظام الجامعة اصلا رغم ان يبقى فيه دلوقتي كزا جروب على اقربها الفيسبوك لما اي محل بيروج عايز روج عن لبسه بيجيب موديل وبيعمل كزا ستايل بيناسب الازواء المختلفة للبنات عامة وكمان من نظام الجامعة صح بس احنا لازم كويس قوي اللي احنا ناخد بالنا انه الجامعة ليها لبس والخروج ليه لبس انت طبعا او انت بتختلف اي حد فينا بيبقى عايز اللي هو يظهر بلوك احلى بيبقى عايز يظهر اجمل بيبقى عايزة بقى اللي هو اول سنة اللي هو اهتم قوي بلبسي واهتم قوي بالستايل كل يوم ستايل مختلف وحاجات مختلفة وهب مرة واحدة اول لما بتيجي بس تتعود على الجامعة بتلبس اي حاجة قطن سريعة في الدوليب بتاعك وخلاص على كده عندك حق وكمان الشباب يا نهلة الصراحة الشباب ما بتقصرش صراحة في موضوع اللبس المريح يعني اغلبيتهم في السيف شورت بسيطة تي شيرت وقطن كمان في الشتة هكذا برضو بيختلفوا عننا في البساطة هما بيسلكوا كده طريق البساطة احنا دايما بنحب نسلك طريق الصعب صح بس يعني دا مش صح احنا مفروض اللي احنا ناخد بالنا كويس قوي اللي احنا مش هيمفع بقى افضل بقى حطة فول ميكت على الصبح لا طبعا هو اللوكس بتاعت الجامعة زي ما قولنا من شوية لوكس بتاعة الجامعة مختلفة جدا عن اللوكس بتاعة الخروج تمام دلوقتي يا نهلة احنا وصلنا لنهاية فقرتنا احب اقول للناس بس قبل مختم ان فيه جملة مهمة جدا 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 بالنسبة لي بقولها لما باستصع بحاجة او يحس ان هي مستحيلة اه اه اف يو كانت فلاي ران اف يو كانت ران ووك اف يو كانت فوق راول كيب موفينج يعني عمر ما كانت الحياة مثالية لحد أو سهلة مع حد مش محتاجة أفكركم بأهمية التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر والالتزام بالكمامة في نهاية حلقتنا أوعدكم أنكم هتستنظروا حلقات هتصير اهتمامكم أكتر وأكتر مع برنامجكم حكوينا وشكرا